السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد تحديث جديد لأداة حفيدك رح نشرح في هذا الفيديو طريقة تثبيت الأداة وطريقة تفعيل السيريال للجهاز المجاني زائد رح نعمل تخطي لحساب آي كلاود لجهاز آيفون سينكس ياريت بالبداية ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أول شي رح ترك لك رابط تحميل الأداة موجود بالوصف تفتحه بالشكل هاد أهم شي انك تطفي الأنتي فيروس ضروري تطفي برنامج الحماية عشان تشتغل معك الأداة بشكل ممتاز بتروح على الإعدادات وبتروح على الإعداد وبتطفي هون الخيار مباشرة بتروح على ملف التثبيت وتضغط كبستين على الملف وبتعمل يس بفتح معك بالشكل هاد بتعمل التالي 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 والتالي هذه هي عملية تثبيت الأداة على جهاز الكمبيوتر في هذا الإصدار تعالجت مشكلة الباوند زائد تعالجت مشكلة أداة آيفون 6 اللي ما كانت تشتغل في الإصدار السابق وهلأ رح نشرح بطريقة عملية على جهاز آيفون 6 بعد ما تتم عملية التثبيت زي ما انتم شايفين عملية التثبيت بتتم بشكل آلي انتهت عملية التثبيت بضغط فنش بتلاقي انه صار عندك هون آيكونة لأداة حفيدك اصدار 3.5 نضغط عليها هذا بالكليك وبنفتح الأداة فتحت معنا الأداة بالشكل هاد طبعا الإعدادات والخيارات شرحنا عليها بالفيديوهات السابقة بتقدر تشوف شرح أي جهاز بدك اياه على أداة حفيدك من خلال قائمة التشغيل تدخل على القناة قائمة التشغيل بتختار حفيدك أداة حفيدك هاي هي بتلاقي عندك هون كل إصدارات كل إصدارات كل الأجهزة شرح تفصيلي لكل جهاز بتشوف الجهاز تبعك ايش هو آيفون 6 6 بلس 7 7 عادي 7 بلس بتشوف شو جهازك وتمشي مع الفيديو على الأداة زي ما انتو شايفين الواجهة هي هي طبعا تم إصلاح أمر الباوند اللي كان فيه مشكلة بالإصدار السابق والآن اللي بهمنا اللي هو الإصدار الجديد اللي هو حفيدك ايو اس 12 ل 14 بنكبس عليها نفتحها اللي هي الأداة الثانية تفتح معك بالشكل هاد أول خطوة بنعملها عشان نشتغل الجهاز الجهاز طبعا بوضع التشغيل وإحنا أول خطوة بنعملها بدنا نفاعل السيريال لمبر للجهاز خلينا نعمل هنا أول شيء سيريال نمبر تشيك دي بايس من الأداة شوفوا تقرأ الجهاز ونفصل نعمل تشيك دي بايس برضو نتكنكتد رح أقلي هاي المشكلة عشان إذا صارت مع أي حد يعرف إحلها حلها بسيط جدا في أكثر من طريقة بقدر أفوت من هنا من الجلي بريك وروح على هذا الزر فكس درايفر وأضغط عليه هذا أحد الحلول بضغط إكزايت وبعمل هنا تشيك دي بايس أكد إنه الجهاز انقرأ هاي شو بتعمل لك زي ما شفتو قرأ الجهاز ممتاز إنه تكون هاي المشكلة إذا صارت مع حد عشان يعرف شو حلها هاي بيكون في خطأ في التعريفات فاللي أنا عملته إني أنا زي ما انتو شايفين هنا قرأ معلومات الجهاز بشكل كامل أنا دخلت هنا على أداة الجلي بريك كل بساطة ضغطت على فكس درايفر اللي هي إصلاح التعريفات وهو قام بالعملية بثواني وتعرف الجهاز زي ما انتو شايفين بشكل كامل راح نحتاج الأداة هاي فخليني أبلش مباشرة في هذا البرنامج اللي احنا فاتحينه الآن نجي لبريك راح أعمل قابدنا نسجل سيريال ننبر صح أسف نضغط على الأداة هون حفيدك نضغط على حفيدك ايو اس 12 14 زي ما انتو شايفين هنا معطينا الواجه هاي ومعطينا هون سيريال فيه هون علامة ساهم نضغط عليها بيحكي لك هون تم نسخ السيريال بروح على سيريال ريجستريشن فري وبضغط عليها اللي هي هذا الخيار عشان اسجل السيريال ننبر للأداة بطلع معنا بالشكل اللي انتو شايفينه وبطلب منا هون ريجستر خلينا نعمل تسجيل دخول على ايديمو عندك هون ايديمو كمان ايديمو كمان و outputs كلمة سر ايدي نسخ لماذا ما عملناك زي بعض ايدي نسخ وايدي نسخ و ايديemit وايدي امت هون اعطاني ريجيستريشن سكسس بروح على lin ان. بعمل لسق هون. وحط كلمة السر. انا هاي تسجيل دخول جديد. بالاصدار السابق ما كان في اشي اسمه تسجيل دخول. زي ما تشايفين. هاي الواجهة. هون ما بعرف اذا بتصير الاداء مدفوع او لا. هاي سيري النمبر عدد السيري النمبر اللي انت باكتبه. نرد هون بنرجع للاداء. وبنعمل كوبي كمان مرة نسخنا الرمز. نروح على رجستر سيريال. ونحط هون السيريال. بالشكل هاد. نضغط على هاي رجستر سيريال. بعدين منحط السيريال هون. وننتظر لغاية ما يتفعل اللي هو ستة واربعين ثاني ليخلصوا. عشان اقدر افاعل السيريال. واحنا بنستنى يا ريت انك يعني تضغط لايك للفيديو. اللايك للفيديو مهم جدا. لانتشار الفيديو بتدعمني في المحتوى اللي بقدمه. لا تنسى كمان تشترك بالقناة. فيديوهات ان شاء الله بتستفيد منها. بشكل فعال لجميع الادوات. خمسة عشر تانية اربعة عشر. الوقت طويل جدا. عشان الانتظار. وانا المشكلة ما بحب اعمل المنتاج. بخلي الفيديو هيك على البركة. زي ما شفتو. thank you for usingها في ذا. هنا سبتمنت سيريال. بنضغط على سبتمنت. زي ما شفتو عمل سكسسفولي ريجستر. بسكر هاي الواجهة هيك السيريال نمبر. عمل ريجستر. الخطوة التالية بسكر هاي الواجهة. وبفتح هاي جل بريك اور باوند. ومباشرة رح يختار عندي الخيار الثاني. الجهاز آيفون سكس. بضغط التالي. الجهاز بوضع التشغيل. رح يدخل الام في وضع الريكيفوري. زي ما شفتو دخل في وضع الريكيفوري. الام بدنا ندخله في وضع الدفيو مود. عن طريق الباور والهوم. في ناس بكتبوني تعليقات. زر الهوم عندي خربان. شو في طريقة اعمل. ما في طريقة لا تغلب حالك. زر الهوم مش شغال عندك. ما بتقدر تعمليش. عشان هذا السؤال اكثر سؤال بنسأله في الفيديوهود. الان بدي اضغط ستارت مع الباور والهوم. مع بعض. ولما يصير الرقم على السبعة مباشرة برفع ايدي عن الباور. ما لحقت ما زبطت معي من اول مرة. مش مشكلة. من الرد من ايدها. منختار الخيار الثاني. انا مش بتحكم عشان الكاميرا و عشان التليفون. من الرد منعمل التالي. وهلا بنعمل ستارت. مع. الهوم والباور. منرفع ايدنا رقم سبع بين الثمانية والسبعة. ما شفتو نجحات العملية ننتظر لتم عملية الجلي بريك. في ناس بجيها خطأ هون. يعني جهازه ما بيقبل ياخد معه الجلي بريك. بالشكل اللي احنا نشتغل عليه. انا عامل فيديو لاصلاح هاي المشكلة. اذا ما تمت عندك العملية بالشكل هاد هيك. وكملت للنهاية. والجهاز طفه وشتغل. وعندك اعطاك هون. تمت العملية. انا بعطيك الحل. هون زي ما شفتو اعطاني. وهيك خلصنا من هاي الاداة. وبسكرها. والجهاز كمان اشتغل. برجع بفتح اداة حفيدك. 12-14. وراح ارجيكم الفيديو. اللي. السلام عليكم. شرحت في حل هاي المشكلة. للناس اللي بتصير عنده اخطاء في الجلي بريك. هنا هاي مننزل مننزل. على المشاكل السوفتوير واصلاح الاخطاء. هذا الفيديو يا جماعة. هذا 25 دقيقة. اتعملت عليه وعملت كل المشاكل السوفتوير. بعد ما تعمل كل اللي انا عامله في الفيديو. كل الادوات السوفتوير. بشكل عام. بتشتغل عندك بشكل كامل. بدون اي اخطاء. هذا هو الفيديو. في القناة. هاي الصورة المساقرة تعته عشان تعرفه. والان بعد ما عملنا الجلي بريك. وصار الجهاز جاهز. بنكبس على هذا الخيار. بيدك ايو اس 12-14. ننتظر لغاية ما يفتح. فتحت معنا الواجهة بالشكل هذا. متأكد انه جلي بريك. ياس هيك امورنا تمام. الان منيجي بنضغط على هذا الخيار. مباشرة. طبعا متجهاز بوضع التشغيل. ومعمول لوجي لي بريك. زي ما شفتو اعطى خطأ. هذا الخطأ. اذا ظهر عندك هذا الخطأ. حلو بسيط جدا. توصلت مع اسستاذ عماد. وراح اشرح لكم طريقة حل الخطأ. بشكل سري. مباشرة. منسكر الأداة. طبعا لو رديت. بضغط اوكي. بسكر هون. وبسكر الأداة. بروح على الايكون تاعي الأداة. وبضغط اوبن فايل لوكيشن. بروح على هذا الملف. hold. بعمل له كوبي. لسخة الملف. بتوجه للسي. مباشرة. بضغط على السي. وبروح وبعمل لسق. بيس. بنزل معي الملف بالشكل ها. بضغط عليه دابل كليك. طلع لي هون ايكونة. بفتح الايكونة. هذه المشكلة رح تنحل بالتحديث القادم. يعني هي بس منطقة وجود الملف الرئيسي. زي ما شفته فتحت معي الواجهة. رجعت بالشكل التالي. بكل بساطة برجع بضغط. باي باس. جي اس ام. ميد. نو سيقنال. على هذا الخيار. والجهاز بوضع التشغيل. وزي ما حكينا يكون بالميد. زي ما شفته. بلش اد. وهون الجهاز بلش ياخد. ننتظر. لغاية. ما تتم العملية بشكل كامل. تاخد وقتها بشكل كامل. صار 28 بالمية. جهاز بيطفي بيشتغل. ننتظر لغاية ما تكتمل نية بالمية. اكيد ضغط لايك. وده ما ضغط لايك. اضغط لايك. وده ما اشتركت بالقناة. كمان اشترك بالقناة. اشتراك بمجانا يا جماعة. صدقوني. واللايك مجانا. يساعدنا انه في انتشار الفيديو. يدعمونا باللايك. زي ما شفته الجهاز بقوم بعمليات. بطفي بيشتغل. والعملية ماشية بشكل طبيعي. والخطأ اللي ظهر عندنا. ننتظر لغاية ما يتمل ستين سبعين. زي ما شايفين. 85 بالمية. 90 بالمية. 100 بالمية. زي ما شفته. فتح الجهاز بشكل كامل. ما عندك اي فشك. ننتظر لغاية ما يفتح الجهاز. فتح الجهاز زي ما شفته تغيرت الشاشة. فتح الجهاز بشكل كامل. شرحنا في هذا الفيديو طريقة تنصيب الاداة. طريقة تفعيل السيريال للجهاز. طريقة تخطي الاي كلاود لايفون سيكس. طريقة حل المشكلة الخطأ اللي رح تنحل في الاصدار القادم. استاذ عماد رح حلها في الاصدار القادم إن شاء الله. يا ريت إذا عجبك الفيديو لا تنسينا باللايك. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.